نروح لأمر آخر الحقيقة يعني هو أمر معني بي الفنان الكبير طبعا سمير صبري وهو واحد من أهم الفنانين اللي يوم حضور وأصحاب موهبة استثنائية وليهم بصمة الحقيقة سواء كان كمذيع مطرب أو ممثل هو قدر موهبة قدرت فعلا أنها تثبت نفسها في كل المجالات عشان كده دائما النقاط بيطلقوا عليه لقب الفنان الشامل الفنان سمير صبري للأسف تعرض لوعكة صحية وهو موجود دلوقتي في المستشفى لإجراء جراحة دقيقة صدر التوجيهات الرئاسية بعلاجه على نفأة الدولة خلونا نتابع حد التقرير ونرجع لحضراتكم على طول الفنان سمير صبري يجمع بين الموهبة والحضور عمل مذيعا ومطربا وممثلا وأثبت وجوده في كل المجالات حتى منحه النقاط لقب الفنان الشامل مر الفنان سمير صبري بوعكة صحية خطيرة تطلبت نقله إلى المستشفى لإجراء جراحة دقيقة في القلب فضلا عن إصابته بمرض السرطان وصدرت توجيهات رئاسية بعلاجه على نفقة الدولة وهو ما استقبلته نقابة المهن التمثيلية بالشكر والامتنان الفنان سمير صبري عاشق الفن وعاش وسط عائلة تحب الفن وتحترمه فعائلته هم من شكلوا طفولته وصنعوا شخصيته واستحبوه إلى دور السينما والمسرح وشجعوا عندما وقف أمامهم يقلد الفنانين ولد سمير صبري في مدينة الإسكندرية عام 1936 وتبناه العندليب عبد الحليم حافظ بعدما انفصل والده ووالدته وذهب إلى القاهرة وهو في عمر تسع سنوات قدمه للفنان لوبنا عبد العزيز وهو في عمر العشر سنوات يعد سمير صبري فنانا شاملا فهو ممثل ومطرب ومذيع قدم برنامج ما يطلبه المستمعون باللغة الإنجليزية كما قدم عدة برامج في التلفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة منها هذا المساء وكان زمان والنادي الدولي في السينما قدم عشرات الأفلام منها جحيم تحت الماء الجلسة سرية وعلاقات مجبوهة أيضا أسس شركة إنتاج سينمائي لكنه تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في الدراما مثل ملكة في المنفى حضرة المتهم أبي ونظرية الجوافة يعد الفنان سمير صبري واحدا من أهم الفنانين في تاريخ السينما المصرية تجاوزت أفلامه مئة فيلم بالإضافة إلى عدد كبير من المسلسلات والمسرحيات هو تاريخ فني استثنائي صنعه الفنان الكبير سمير صبري ومن أجله عشقه الجمهور هيا قرار في منتهى الأهمية نحن بنتمنى للموهبة الشاملة زي ما قلت يا جمانا الصحة والعافية وإن شاء الله يرجع علينا بألف سلامة ترجمة نانسي قنقر